بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم إلى سواء السبيل كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم الفائزين برضوانه والدخول في أعالي الجنان أنه لذلك والقادر عليه أحبتي في الله عز وجل الله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وكما قال سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى خير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فكان أعظم شيء حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وكان الشيء الذي حذر من الله عز وجل ويعتبر أعظم المنكر وهو الوقوع في الشرك وفي البدع وفي الخرافات ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان شد الناس تحذيرا من الشرك بل أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب وبعث الأنبياء وبعث الرسل كلها من أجل التوحيد كلها من أجل التوحيد كما قال سبحانه وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركته لا يحبط أن أعملك فسبب من أسباب أن الله عز وجل لا يقبل هذه الأعمال وأن الله عز وجل يحبط أعمال العبد ويكون سبب من أسباب دخول النار نسى الله العافية والسلامة كلها بسبب الخلل في تحقيق التوحيد والخلل في الوقوع في الشرك الله عز وجل كل الذنوب يغفرها برحمته ويعفو عن عبده وأن يسامحه ويعفو عنه ويعتقه من النار لكن إلا ذنب واحد الله عز وجل أخذ عهد على نفسه أن هذا لا يغفر له وهو قضية الشرك بالله عز وجل لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن نشاء ولذلك أحبتي في الله عز وجل ينبغي علينا التحذير من الوقوع في الشرك ينبغي علينا أن نحذر والدين في الوقوع في الشرك أحيانا هناك عادات وتغاليد يقع على حسنية يقع فيها الإنسان والمسلم المؤمن يقع فيها الحسنية ويريد بذلك الخير ما يعلم أنه أخل بعقيدة التوحيد وأخل بأمر التوحيد وأخل بأمر التوكل على الله عز وجل ولذلك أحبتي في الله النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا قال ألا أنبئكم بأكبر الكبار قالوا بلى يا رسول الله قال إشراكوا بالله الإشراكوا بالله فكان أكبر الكبار عند الله عز وجل الإشراكوا بالله عز وجل لذلك أحبتي في الله ما من نبي إلا وحذر قومه من الشرك وما أتى النبي من الانبياء إلا ودع الناس إلى عقيدة التوحيد لذلك كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء أنا شرك من أشرك معي غيري تركته وشركه فلذلك كثير من الناس يعملون العمل لكن لا يريدون به وجه الله عز وجل ويكون هذا العمل وبال عليهم يوم قيامه الله عز وجل يتبرى منهم أي عمل أي عبادة تعملها يا عبد الله لا بد أن تكون لله عز وجل العبادة يجب أن تصرف لله عز وجل إذا نريد أن نصلي ننويها لله عز وجل لا نريد ثناء الناس من ذلك لا بد علينا إذن ندعو ندعو الله عز وجل لا ندعو غيرهم من الموت ومن الجنة والسحرة والمشعوذين كذلك إذن ننذر لله لا بد أن يكون النذر لله عز وجل لا يكون النذر لغير الله عز وجل وقس على ذلك بقية العبادات أن توجه بها إلى الله عز وجل وأن لا نصرف هذه العبادات إلا لله عز وجل وإلا كانت هذه العبادات مردودة على صاحبها غير مقبولة عند الله عز وجل حياكم الله يا الأخوة المشاهدين وأسأل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم الموحدين وأن يبعدنا الله عز وجل عن الوقوع في الشرك أحبتي في الله عز وجل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلهم الله عز وجل من أجل قضية مهمة جدا وهي أمر التوحيد وكذلك بالمقابل هو التحذير من الشرك أحبتي في الله عز وجل الله عز وجل يغفر كل الذنوب صغيرها وكبيرها ما دام الإنسان على التوحيد وإنما قال الإنسان مهما يقع في الذنوب ويقع في معاصي ولأنه هو أمر الذنوب المعاصي ولكن الله عز وجل قال أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء فالأمر الخطير جدا في هذه الحياة أن الإنسان يلقى الله عز وجل وهو عنده بعض الشرك أو بعض الشيء أو بعض التقصير أو بعض حقوق التوحيد أقل فيها ولذلك يا حبة من أراد النجاح في يوم القيامة أن ينجيه الله عز وجل ويبعده عن نار أن يكون من الموحدين وإلا حبط عمله وأصبح من أهل النار نسأل الله العافية والسلامة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول عن ابن آدم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا يعني تخيل أن الإنسان من طلع للدنيا وهو مكلف ويقع في الذنوب ويقع في المعاصي لكن هو موحد لله عز وجل ولن هو من أمر معاصي وإنما هذا حال إنسان والله عز وجل رحمته واسعة كل شيء فمن رحمة الله عز وجل إن إنسان لا يقنط من رحمة الله عز وجل مهما وقع في الذنوب مهما وقع في المعاصي لكن لو تاب إلى الله عز وجل واستغفر وأناب يغفر لله عز وجل الذنوب بل إن الله عز وجل من رحمته يبدل هذه السيئات إلى حسنات بشرط أن يندم على ما سبق وأن يعزم أن لا يعود لها وأن يفتح صفحة جديدة مع الله عز وجل وأن يعني يسير على العمل الصالح وأهم من ذلك أن يكون موحد لله عز وجل يجب أن يكون موحد لله عز وجل وأن لا يكون مشرك لأن الله عز وجل يقول أن الله لا يغفر من يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن شاء فمن رحمة الله عز و جل يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لا أتيتك بقرابها مغفرة فالله عز و جل يغفر لبني آدم و يعطيه و يغفر له و يسامحه و يحفو عنه و الله عز و جل يعني يتودد لعباده و خاصة في الثلثة الأخيرة قال من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فالله عز و جل باصط يده بالليل و النهار ليتوم مسيئ الليل و باصط يديه ليتوم مسيئ النهار فلذلك رحمة الله عز و جل وسعت كل شيء فلذلك يا أخي الحبيب أهم شيء في هذه الحياة أن نلقى الله عز و جل و أن نكون على التوحيد و أن نحذر من الشرك لأنه كما قال الله عز و جل أنا أغنأ الشركة عن الشركة من أشركة معي غيري تركته و شركة يعني أن تخيل أنت من هذه الصلاة لو كنت من الناس صالحين و كنت من أهل الصلاة و كنت من أهل الصيام و كنت من أهل الصدقة بل و كنت من أهل الأخلاق العالية و يذكرك الناس بالخير و لكن عندك بعض الأمور التي توقعك في الشرك كأن تنذر لغير الله عز وجل و كأن تدعو من دون الله عز وجل و كأن تحلف من دون الله عز وجل هذه الأمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم حذر بها يعني الصحابة رضي الله عنهم هذه الأمور يعني هذه الأمور فيها الشركيات سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر ولا يغفر عليكم من الله عز وجل لا يغفر هذه الذنوب لمن وقع في الشرك إلا لمن تركه هو واحد الله عز وجل ثم يترك الله عز وجل يعني يغفر له ما شاء ولذلك من صرف أي نوع من نواع العبادة لغير الله عز وجل لا شك أن هذا أمره خطير فكثير من الناس نجده صالح في نفسه واخلاقه عالية مع الناس إلا أنه عند بعض هذه الشركيات نقول عمله الصالح هذا لا ينفعه عند الله عز وجل لما سألت عائش رضي الله عنه خبر ابن جدعان ابن جدعان كان معروف كان يصل الرحم وكان يطعم الناس وكان معروف من أفعاله الخيرة فقال هل ينفعه شيء؟ فقال النصر صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيء لماذا؟ لأنه لم يقل يوم من الأيام رب يغفر لي خطيئة يوم الديناء لم يوحد الله عز وجل ولم يطلب من الله عز وجل المغفر ولذلك الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمي ابن طالب أبو طالب لما قال له يعني يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجلك بها عند الله عز وجل وكما أتى في الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم حديث صاحب البطاغة الذي يعني في يوم القيامة في يوم القيامة لما أقره الله عز وجل على جميع أعماله ثم وجدت بطاقة مكتبة على لا إله إلا الله محمد رسول الله فوزنت ببقية السجلات فرجحت هذه الكفة كفة البطاقة على بقية السجلات فغفر الله له ذنوبه كلها وادخله الجنة في ختام هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة